السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناتي المحيط للشروحات والتقنية بفيديو اليوم رح نتكلم عن حل مشكلة أو الرسالة اللي يمكن تظهر لك في فيسبوك اللي هي تم قفل حسابك لقد لاحظنا وجود نشاط غير معتاد على حسابك قد يعني هذا أنا شخصا ما أستخدم حسابك دون علمك ويقول لك لنتم قفل حساب في تاريخ كذا من أجل حمايتك إلى آخره نضغط على بدء الاستخدام بعد ما نضغط على بدء الاستخدام طبعا حتما عزيزي المتابعين فتح الحسابات تحتاج إلى عمل مستمر أو هي مش بالأمر السهل يقول لك في أول طريقة نتاج لتأكيد الحساب من ضغط على التاري تأكيد الحساب عزيزي المتابعين بيكون بأحد طريقتين حسب الطريقة اللي ممكن تظهر لك ممكن تظهر لك تأكيدا طريق المواليد في حال أنت تعرف مواليد حساب فقط قم بإدخال مواليد الحساب وضغط على التاري بضغطات بسيطة لتتمكن فتح الحساب اما في حال ممكن في بعض الاحيان يطلب منك تأكيد الهوية لكن اذا طلب منك هذا النوع من تأكيد الهوية اذا كان عندك هذا القفل راح تواجه الصعوبة معينة واللي هي في حال كان الحساب عندك لكن الهوية مش موجودة عندك طبعا مصنع ملحظة راح يقول لك اضف عنواع بريد الالكتروني اجل التواصل معك تقوم باضافة اي بريد الالكتروني عادي انت بامكانك الوصول اليه لكن يطلب منك تحميل ايضا بطاقة هوية لكن بطاقة هوية مش يتحملها من المعرض يطلب منك تصويرها بشكل مباشر من طريق كاميرا الهاتف طبعا لحل هاي المشكلة نضغط للتالي هاي يطلب منك ادخال البريد الالكتروني راح يقوم بادخال البريد بعد ما ادخلت البريد وضغطت على زر تأكيد ظهر الامام هاي الواجهة هاي يطلب مني تحميل او ارسال صورة عن اما جواز سفر او شاهدة قيادة سيارة بطاقة هوية عادية شاهدة زواج اوراق تغير اسم اي شيء له علاقة يمكنك تبعليه اسمك او موالدك او الى اي شيء يدل على ملكتك بعدها تضغط للتالي عندها عزيز المتابر راح يطلب منك الحساب طبعا مثلا ملاحظين في هاي الحالة طلب من الفيسبوك تحميل صورة من المعرض اما في بعض الحالات ممكن يطلب منك تصوير الهوية بشكل مباشر طبعا في الحالتين في حال طلب منك تحميل صورة الهوية فقط قوم بتصوير هويتك في حال كانت معلومات حسابك مطابقة لمعلمات الهوية يعني نفس الاسم في الحساب في الهوية نفس الاسم ونفس المواليد في الحساب في الهوية تقوم برفعها وتسوي ارسال راح يتم فتح الحساب ان شاء الله بكل بساطة اما في حال طلب منك الفيسبوك تصوير الهوية بشكل مباشر والهوية مش معاك او في حال طلب منك ارسال الهوية ومعلومات الهوية تختلف عن معلومات الحساب سواء في الاسم او في المواليد فالحل موجود عندي إن شاء الله في هذا الفيديو راح أترك لك رابطين أو نموزجين لنموزجات فيسبوك بإمكانك من خلال الأول تغيير الاسم في حساب فيسبوك عن طريق الهوية حتى لو كان الحساب مغلق أو معطل والنموزج الثاني معجل تغيير مواليد الحساب عن طريق الهوية أيضا حتى لو كان الحساب معطل طبعا في حالة هنا في هذا الحساب المواليد مختلفة عن مواليد الهوية والاسم مختلف عن اسم الحساب طبعا راح أترك لك رابط أول نموزج واللي هو نموزج تغيير الاسم راح تقوم بنسخ الرابط ووضعه في نفس المتصفح اللي أنت فاتح منه فيسبوك واللي أعطاك أن الحساب فيه معطل راح يطلب منك إدخال اسم الحساب اسم أول واسم آخر وبعدها راح يطلب منك اختيار سبب هذا التخيير أما أن تختار خطأ إملائي أو تختار خيار أخرى بعدها تقوم برفع الهوية الموجودة عندك وتقوم بإضافة بريد إلكتروني قادر من الوصول إليه وتضغط على إرسال طبعا تنتظر حوالي 48 ساعة إلى حد ما يتم إرسال إليك من الفيسبوك تخبرك بأن الاسم قد تغير طبعا مجرد ما تغير الاسم بعدها بإمكانك أنت ترجع إلى صفحة الفيسبوك الرئيسية بالمكان الذي طلب منك إدخال الهوية وتدخل الهوية في هذه الحالة تقوم بتعديل اسم الحساب ليصبح متطابق مع اسم الموجود في الهوية أيضا نفس الشيء في حال كان موجود عندك اختلاف في المواليد تقوم بتعديل المواليد بهذا الشكل بعدما مثلما قلنا تأخذ نفس الرابط نفس الحالي بنسخ وتقوم بتسقف نفس المتصفح الموجود في حسابك الفيسبوك المعطل تختار تاريخ الميلاد الجديد أو المتوفق مع الهوية على سبيل المثال لو كان تاريخ الميلاد في الهوية واحد الشهر الأول لعام 1995 على سبيل المثال تختار سبب التغيير على سبيل المثال تختار أخرى أو تختار أي خيار مثلا على سبيل المثال هذا هو تاريخ الميلاد الحقيقي أي مثال أنت تريده تقوم برفع الهوية وتضغط للأرسال أيضا تنتظر حوالي 48 ساعة رح يتم تغيير المواليد بشكل تلقائي أيضا عزيزي المتابع موجود أيضا نموزج آخر أنا كنت سابق وتكلمت عنه بفيديو سابق لكن الفيديو تم حسفه من اليوتيوب والنموزج لم أجده لحد الآن في حالة وجدت نموزج الجديد واللي هو بإمكانك تغيير المواليد خلال 24 ساعة من دون إرسال هوية رح أقوم بوضعه في الوصف وأقوم بالتنويه إلى ذلك في وصف الفيديو طبعا عزيز المتابع هذا هو كان فيديو اليوم بتمنى يكون عمد الفائدي من خلال هذا الفيديو لأي سؤال أو أي سفسار بإمكانك تتركي سؤال في التعليقات أو تتواصل معي عن طريق التليجرام أو عن طريق الفيسبوك لا تنسوا وضع لايك الفيديو واشتراك في القناة ليصلكم كل جديدنا أيضا لا تنسوا الاشتراك في قناتنا التقنية على التليجرام وقناتنا مختصة بالربح من ترنت أيضا على التليجرام رابط جميع قنواتنا راح يكون موجود داخل الوصف كما وكم أخوكم علي من قناة المحيط للشروحات والتقنية بأمان الله